الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في مراكز تقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين الرئيس الجزائري يؤكد على نزاهة الانتخابات التشريعية ويوجه بضمان تأمينها ومجلس الأمن الدولي يؤيد استمرار جوتيرش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرانيتش موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة ومستشاري رئيس الجمهورية لشؤون المالية وشؤون الصحة والوقاية وجه رئيس السيسي بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة فاكسيرا ورفع قدراتها لتكون أصرحا صناعيا إضافيا على المستوى الوطني في المجال الطبية كما وجه الرئيس بتقديم كافة الدعم اللازم للتوسع في عمليات زراعة الكولى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوية مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وإسبانيا وخلال اتصال هاتفي تلقاه من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا أعرب الرئيس السيسي عن التطلع الاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي إن رئيس الوزراء الإسبانية أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا مؤكدا عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات قالت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية بالبلاد وأسقطت بعض الصواريخ المعادية أوضحت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية مشيرة إلى أنه أصفر عن خسائر مدية فقط أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقرر لها يوم السبت المقبل وخلال ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات وجه تابون بضمان تأمين العملية الانتخابية لسيما مكاتب الاقتراع بما يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية أيد مجلس الأمن الدولي استمرار أنتونيو جوتيرش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية وأوصاب أن تختاره الجمعية العامة للمنظمة لولاية أخرى تستمر خمس سنوات وأوضح سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر أنه من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم الثامن عشر من الشهر الجاري لاختيار الأمين العام حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بشكل مفاجئ ودعى مدير عام المنظمة يدرس أدهنوم الدول التي تنظر في تخفيف تدبير الصحة العامة والتدبير الاجتماعية إلى أن تقوم بذلك بحذر وبما يتماشى مع انتشار الفيروس وقدرات الاستجابة له انتهى الموجزي الإخباري وإلى مزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extranews.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب كنت معكم أنا سارة عبدالله ضمتم في أمان ورعاية الله